اشتركوا في القناة ملزمتك وين موجودة؟ ابيام كان موجودة ملزمتك طلاب العزة ملزمتي بعنوان الازهرية في شرح اللغة العربية موجودة لدى وكلاء ملازم الشمس في جميع محافظات العراق الملزمة وين رح نطلبها؟ رح أصوركم أرقام وعناوين جميع المكاتب فيه جميع المحافظات موجودة في قناتي في التليجرام رح تشوفونش قد تعبون على هذه الملزمة لأن هذه الملزمة هي مكملة علما لشرح القواعد اللغة العربية طلاب العزة بسم الله الرحمن الرحيم أنواع ماذا؟ إن وآخواتها شباب إن وآخواتها إحنا مثل ما تعلمنا إن وآخواتها هي مكملة علما للمبتدأ والخبر يعني أنت إذا ضبطت المبتدأ والخبر وإذا ضبطت كانوا أخواتها إن وآخواتها ستكون عندك سهلة سهلة جدا لأن إن وآخواتها وكانوا أخواتها ماذا تدخل؟ تدخل علي من تدخل على الجملة الإسمية ما رح تدخل على الجملة الفعلية تمام؟ يلا نتبوه إياي أرضي الدفتر يمك مال التلخيص والملزمة موجودة يمك حتى في سبيل ماذا؟ تتبقي للحل أنواع ماذا؟ خبر إنه وأخواته بالدرس الماذا؟ أنا شرحت أنواع اسم إنه وأخواته أولاً أن يكون ماذا؟ اسم مفرد ثانياً أن يكون شنوه؟ جملة اسمية ثالثاً ماذا؟ أن يكون شنوه؟ جملة فعلية ورابعاً أن يكون شبه جملة شباب خبر إنه وأخواتها أن يكون شنوه؟ اسم مفرد واحد من الطلاب راح يقول لأستاذ هو شنوه معنى لفظة الاسم المفرد عزيزي سلام عليكم وعليكم السلام يعني لا جملة ولا شبه جملة أستاذ ما افتهمتش يعني شنوه معنى لا جملة ولا شبه جملة؟ مثال إن الموت حقن دا تلاحظ بكل شروحاتي أنا شم سوي لك؟ الحرف المشبه بالفعل عرب لك يا بواحد اسم عرب لك يا بواحد وخبر عرب لك يا بواحد إنه هو ماذا؟ حرف مشبه بمن بالفعل بس شنوه يفيد؟ يفيد التوكيد ماذا يفيد؟ يفيد التوكيد الموتة اسم اسم المن للحرف المشبه للفعل إذا هذا الاسم ما تشرحك من مرفوع منصوب مجرور ما تقول لست لا اسم إنه منصوب اسم إنه منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة على آخره شباب شريب عندك كتاب الامتحان موت قل لي اسم إنه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره كمل الإعراب بالتك حقا ماذا خبر أنه مرفوع وعلامة رفعه ماذا الظمة الظاهرة على آخره قال الشاعر إن العيون قريرات بما شهدت إنه هو شنوه عفي عدك هو حرف هذا الحرف شبيه مشبه بمن بالفعل إلى ما أفاده هذا الحرف أفاد التوكيد العيونه هو شنوه اسم هذا الاسم مرفوع منصوب مجرور غير تقول لي غير تفهمني تقول لي استاذ ترى هذا اسم إنه والاسم إنه شنوه منصوب النصب بيمن بالضمة بالفتحة بالكاس غازم تتكملي الإعراب كامل مرات أنا شوف الطالب يعجوزي بالامتحانات الشهرية يقول لي فقط اسم إنه منصوب إيه غير تكملي اسم إنه منصوب شنوه غير الفتحة فتحة الظاهرة على آخره قريراتون من بينه خبر إنه مرفوع علامة رفعها الظمة الظاهرة على آخره ليت الشبابة شبيه أيامهم دائمتون ليت هو ماذا حرف مشبه بالفعل ماذا يفيد يفيد التمني إذن هو حرف مشبه بالفعل شي فيد هذا الحرف يقولي استاذ ترى هذا الحرف يفيد التمني وبالدرس الماضي أنا شرحت لك شرحت لك كل حرف وشنو فائدته لأن مرات بالامتحانات الشهرية أو المدرس يقول لك استخرج الحرف المشبه بالفعل وإلى ما أفاد الحرف المشبه بالفعل واستخرج لي اسمه وخبره واضحة جدا او بين نوع الاسم او بين نوع الخبر الشبابة اسم ليته هذا اسم ليته شبيه منصوب وعلامة نصبه ماذا الفتحة الظاهرة على آخرين ايامه ايامه ماذا دائمة ها استاذ ايامه دائمة اذا النوع الثاني النوع الثاني من انواع خبر انه اخواتها ان يكون ماذا جملة اسمية هذه الجملة الاسمية يا عزيزي ممن متكونة خواتكم متكونة من فعل وفاعل متكونة من مبتده وخبر مبتده وخبر ليته الشبابة ايامه دائمة ليته هو حرف وشبه بالفعل شنو افاد افاد التملي الشبابة اسم ليته منصوب وعلامة نصبه الفتحة زين خبره وين لحد الان احنا ما نعرف الخبر اكمل عربي ايامه دائمة ايامه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا الضم الظاهر على اخره وهو مضاف ولها ضمير متصل في محجر بمن بالاضافة دائمة خبر مرفوع وعلامة رفعه ماذا الضم الظاهر على اخره زين هسا هنانا خبر ليته زعل قالهم يا با عيني هسا هذا الاسم وهذا الحرف انا الخبر ويني اقولكم يا با سهلة سهلة يا خبر ليته اقولك عيني والجملة 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 الاسمية اقولنا والجملة الفعلية والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر من ايامه دائمة في محل ماذا رفع شنو خبر ليته ننتقل الى الصبورة الثانية انتم تعلمون ان الغش عواقبه سيئة وخيمة اول شغلة ركز عليم على الحرف المشبه بالفعل انا اشرح اقولك بالسؤال استخرج الحرف المشبه بالفعل والى ما افاد وعين اسمه وخبره او بين نوع اسمه او بين نوع خبره انت انها اشرح اتباع اشرح اتقول لي اصلتي اصداد ترى هذا هو حرف المشبه بالفعل اوكي اوكي شنو افاد افاد التوكيد زين الغشة منصوب الفتحة اذا هذا كيف رح يكوني عرابي اسم ان هذا اسم الان مرفوع مجرور منصوب اسم الان شنوى منصوب بمن بالفتحة الظاهرة على آخره عواقبه سيئتون عواقب مبتدى مرفوع على هام ترفعه ماذا؟ الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف ولا هام مضاف إليه حلو؟ حلو سيئتون خبر خبر شنوى مرفوع مرفوع بمن بالضم الظاهرة على آخره زين الاسم موجود الخبر ما موجود شرح نقول له نقول له يا بي يا خبر ان لا تزعل رح أسوي لك من هذه الجملة خبر من هذه الجملة الاسمية خبر المن لاسم ان والجملة الاسمية فيما حنرفع ماذا؟ خبر ان وفضت راحت النوع الثالث من أنواع ماذا؟ خبر انه أخواتي رح تجيني هذه الجملة جملة فعلية الجملة الفعلية ربما تكون فعل أو فاعل وأحيانا تكون شنوى مفعول به طبعا هذه الجملة تكررت علينا وين؟ بالمرتداء والخبار وتكون وتعلم كان أخواتها متشابه الموضوع الاختلاف فقط في الأماكن العرابية لعلي أنالو رضا الله لعلي ممن متكونة لعلي زائدا الياء فصخ الجملة إذن هذي ش رح يكون؟ هذا الضمير اسمها وهذا هو الحرف المشبه بالفعل أكمل كلامي لعلي حرف مشبه بالفعل شي فيد؟ يفيد الترجي هذا الحرف المشبه بالفعل ماذا أفاد؟ أفادا شنوى الترجي زين والياء ضمير متصل في مح gute الق proximity اسم لعلي إذن لعلي ممن متكونة متكونه من ماذا؟ الحرف المشبه بالفعل هذا الحرف المشبه بالفعل اتصل فيه شنوى الاسم narrتي يعني شون هيا تتصل بها اليا هذا الياء هو ضمير متصل اتصل بها تصل مباشر أكمل ماذا تقول لقابة أقبل الامتحان أنالو فعل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضم الظاهرة على آخره والفاع الضمير مستتر تقديره ماذا؟ أنا إذن هذه الجملة تكون من فعل وفاعل الرضا مفعول به منصب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة المقدرة وهو مضاف ولفظه جلال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ مضاف جلال أستاذ هستحنان قلنا اسمه لعت خبره هون؟ أقول ليابا والجملة الفعلية جملة الفعلية أنا لورض الله والجملة الفعلية في محل ماذا؟ رفع خبر لعل قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنها خلقنا لهم مما إلى آخر النص القرآني الكريم إنها من من متكونة متكونة من أن الحرف حرف الماذا؟ المشبه بالفعل زائداً إنها حلو؟ حلو حرف مشبه بالفعل إلى ما أفاد هذا الحرف أفاد التوكير إنها لهو شنو الضمير متصل هذا الضمير متصل في محل نصر خلقنا عفية عليك ناخذ فقط الفعل خلقه اللي هو فعل ماضي مبني على السكون والنظمير متصل مبني في محل رفع فاعل خوش حجي والجملة الفعلية في محل رفع ماذا؟ خبر ننتقل إلى الصبورة الثالثة تبع عليه شباب هسا إحنا هنان إحنا شخبنا شباب تبع عليه إحنا أخذنا بالبداية حتى في سبيل ما تشمش عليك بعض الموضوعات أو الدهن أخذنا الموضوع الأول نتبه وياي نتبه وياي نتبه وياي نرجع حتى في سبيل تحفظ أخذنا النوع الأول أن يكون ماذا؟ اسم مفرد هذا الإسم المفرد يعني أنه ممكن يجيك بالامتحان الشهري يقول لك يا بي خبر أنه شنو هنا اسم مفرد حق شنو نوع أسم مفرد الموتة شنو نوع أسم مفرد تلاحظ نوع الخبر عندما أخذت شنو اسم مفرد قال الشعر أن العيون قريراتهم قريراتهم ماذا؟ اسم مفرد ovichisail لديت الشباب أيامه دائمة شنو نوع الخبر هنا تقول أستاذال اهنا هذا نوع الخبر جملة أسمية ها! تلاحظ هنا شنو نوع الاسم مالته نحن تقول لي اسم مفرد زين اهنا شنه نوع الخبر ماته جملة اسمية اهنا شنه نوع الخبر ماته تقولي سات جملة فعلية اهنا شنه نوع الخبر ماته تقولي سات جملة فعلية هل تلاحظ عزيزي اهنا شنه نوع الاسم ماته تقولي ضمير متصل خلصنا انتقلمنا الى النوع الرابع حتى في سبيل تدرخ النوع الرابع يعني يكون ماذا جار ومجرور يعني شنه معنى شبه جملة عزيز شبه جملة جار ومجرور او ماذا أو ظرف يعني ظرف مكان أو ظرف زمان إن العلمة شبيه في الصدوري إنه هو حرف مشبه بالفعل إلى ما أفاد أفادتها وقد تلاحظ أنا داعيدك العراب كله تنفس الشي لأن أريدك شنو تدرخ وتفهم العلمة هذا شنو العلمة اسم إنه مرفوع لو منصوب لو مجرور قل الله أستاذ اسم إنه ماذا منصوب بالفتحة لأن اسم إنه منصوب في حرف جار والصدوري اسم مجرور زين أستاذ هذا اسم إنه زين خبره وين أقول له عزيزي وشبه الجملة من الجار والمجرور في الصدوري فيما حرفها ماذا خبر الإلما لأنه لعل العصفورة خلف النافذة لعل حرف مشبه بالفعل ماذا يفيد يفيد الترجي العصفورة اسم لعل اسم لعل ماذا منصوب هذا منصب بيمن بالفتحة الظاهرة على آخره خلفه ظرف زمان عذرا ظرف مكان هذا ظرف المكان منصوب منصب بيمن بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف النافذة مضاف إليه مجرور وعلامة جريه الكسرة لعل هو الحرف المشبه بالفعل خلصنا عاشت إيدك العصفورة شنوه هو اسم لعل اسم لعل منصوب بالفتحة زين أستاذ الخبر لعل وين شو ما موجود هنا أقول لك يعوني الجملة الظرفية وشوفها الجملة الظرفية أمنيا من خلف النافذة خلف النافذة خلف النافذة في محل ماذا رفع خبار المن لعل طلاب العزة نبه لي انتبع عليه في ملحوظات صغيرة أشوفكم بالمحاضرة الجاية هذه المحاضرة جدا مهمة اللي أنا سميها زبدة الموضوع اللي ينبيها الأسئلة اللي ممكن يجنك بالامتحانات الشهرية أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلعنا أستاذ سامي شفيك ما عتيت والله ما عتيت اكمل ما خالح عبارك ما خالك فيه فراتش فيك من الماضي خالك كمل خالك كمل في دول عينك اكمل يلا خالف اخذني هالين هسا بنشفت السلام عليكم بطلت على راحة طبعاً لبطولة مو ما أرفحتي غير حش يعني ترحتي لك عامي؟ لا باز مو يجل خجل صوتك عليها تلفل يلا يلا هلو شباب شونكم عيوني إن شاء الله تكونون بخير أدر وين قاعد على قولة أستاذ وسامة هلو شباب شونكم عيوني إن شاء الله تكونون بخير وياكم الأستاذ علي جمعة مدرس مدهة اللغة العربية اختنعت؟ ارتاحيت السه؟ هل استرضيت؟ طبعاً الحلقة دمرت أستاذ وسامة دمرتني دمرتني أركز رحمة الوادي يا سادس سامة بس خلينا أركز بس خلينا أركز خليها بالمعرف نسيته نسيته كون رح أخليها بالقناة يتخلون عن طريق المعرف بس اسمعني بس اسمعني خليك